مجدداً عد الرئيس هادي لممارسة هوايته في تخييب آمال اليمنيين وإذلال نفسه أمام شعبه وأمام أولئك الذين اعتادوا توجيه طعناتهم لظهره متى وإنما شاءوا لا شيء يذكر للرجل باجتماعه الأخير مع الحكومة ومستشاريه سوى أن الجبل تمخض ولم يلد حتى فأراً ميتاً سقطت عاصمته الثانية التي حالت الإمارة بينه وبينها أزيحت قواته وزلزلت الأرض من تحت أقدامه ولا زال الرجل يعيش في وهم السلطة التي أخذها من اليمنيين وسلمها لتحالف السعودية والإمارات الذين يشنون حرباً عليه وعلى اليمنيين كان البعض يعتقد أنه قد يتحرك إذا ما اقترب الخطر من كرسي السلطة لكن الرجل أعتاد ربما أن يكون رسماً صورياً لا أكثر تذهب اليمن نحو تشضي وتصبح الوحدة السياسية اليمنية مرهونة بيد أتباع المشاريع اللاوطنية ممن يتحركون تحت إشراف السعودية والإمارات وما يحرص عليه هادي هو توجيه الشكر لمن يسميهم الأشقاء ممن جلبوا الدمار والموت والتشضي لليمن تعامل الرجل مع خطر وجودي يتهدد وطنه بهذه الطريقة وبتلك المبالاة توحي بأن الرجل ربما فقد القدرة والأهلية للتعامل مع قضايا وطنه المنهك بالحرب وذلك بالضبط ما ذهبت إليه بعض التقارير الصحفية ومنها تقرير في وكالة رويترز ذكر على لسان أحد المسؤولين اليمنيين بأن الرئيس هادي لم يعد قادراً على التعامل مع الأزمة اليمنية وتطوراتها بحكم سنه الكبير وصحته غير المستقرة إضافة إلى صفات في شخصية الرجل الذي لا يثق بأحد حديث رويترز جاء في سياق التكهن بحدوث تغييرات في هرم السلطة اليمنية المختطفة في الرياض وعن احتمالية بحث السعودية والإمارات لشخص ينصب نائباً للرئيس ويتم منحه كثيراً من صلاحياته بينما هادي حتماً سيحتفظ بحقه في الصمت المطبقي والبقاء ديكوراً أمام عدسات الكاميرات